لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل يحبا نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المسا مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وحلقتنا النهاردة معركة أين الله جزء 22 وما زلنا مستمرين في نقل وقاءة وأحداث معركة أين الله وأنوان حلقتنا جبريل هو الله عند الأشعارة شفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ جيل صادق في تفسير الآية رقم 54 من سورة الأعراف قال من قال أن الله في جهة فقوله باطل على كل الاعتبارات وقال اللي يعتقد أن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش السواب بمعنى جلس أو استقر أو حاز العرش يكفر لأنه كده بتحد الله وأن كلمة استوع معناها استولى والشيخ ابن عسيمين قال أن لازم أن يكون الله جسماً وأن يكون محدود نقول إذ لازم أن يكون جسماً من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به ولكننا نقول أنه ليس كأجسام المحلوقين الشيخ ابن باز قال ذهب أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي وأتبعهم بإحسان وهو قول الرسل جميعاً أن الله فوق العرش وعلمه في كل مكان وأكد الشيخ ابن باز على صحة معتقده ويستشهد بقيتين على الاستواء اللي هي الآية رقم 5 من سورة طه والآية رقم 54 من سورة الأعرف وأفكركم بالفيديو ونشوف مع بعض الدليل الثاني اللي قدمه الشيخ ابن باز وهو أأمنتم من في السماء ونشوف مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وفي الله وسلم على رسول الله وعياله وأصحابه والاهتداء بهداء أما بعد فهذا الرجل الذي قال لك هذا الكلام هو أن الله عرش هل سبق العرش هو الكحر هو الله للمضل لأنه كذب الله وكذب رسول عليه الصدر والسلام والله يقول جل وعلا الرحمن والعرش استوها ويقول سبحانه هنا ربكم الله الذي خلق السماء والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش قال هذا سبحانه في سبق العرش من القرآن وأخبر سبحانه في السماء قال آمنتم من في السماء وزي ما شفنا الشيخ ابن باز استشهد بآية رقم 5 من سورة طه وآية رقم 54 من سورة الأعرف على استواء الله على العرش وقال إن استواء الله على العرش قد ذكر في سبع مواضع في القرآن وأضاف لنا آية 6 من سورة الملك أأمنتم من في السماء واللي يقول عكس كده هو الكفر والضل والمضل لأنه بيكذب الله وبيكذب الرسول وخلينا نشوف رد الشيخ الأشعري جيل صادق هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي في تفسير أأمنتم من في السماء نشوف مع بعض اعلم أرشدنا الله وإياك أن الله تبارك وتعالى خلق السماء وجعلها مسكنا للملائكة هذا تفسير البحر المحيط للإمام أبي حيان الأندلسي الذي توفي سنة 745 هجرية هذا الكتاب طبع دار الكتب العلمية الطبع الأولى سنة 1422 هجرية في الصحيف 296 يفسر قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء فيقول من في السماء هذا مجاز وقد قام البرهان العقلي على أنه تعالى ليس بمتحيز في جهة شفنا الشيخ جيل صادق هو بيقول إن السماء مسكن الملائكة وإن الآية اللي بتقول أأمنتم من في السماء لا تأخذ على ظاهرها وإنها مجيز لإن بالعقل الله مش متحيز في الجهة وانتابع مع بعض المفاجأة اللي هيقولها وانكمل الفيديو ثم قال لكن خص السماء بالذكر لأنها مسكن ملائكته ثم قال وقيل جبريل وهو الملك الموكل بالخسف وغيره وقيل من بمعنى على ويراد بالعلو القهر والقدرة لا بالمكان هذا ما عليه أئمة أهل السنة والجماعة والحمد لله الذي وفقنا إلى هذا البرهان والبيان والحمد لله رب العالمين وهنا بيقول الشيخ صادق أن المقصود بي أأمنتم من في السماء هو جبريل يعني الآية بتقول أن الله مش في السماء وأنا عايزة وكنت عايزة أفهم يعني إيه أأمنتم من في السماء أن المقصود في الآية جبريل مش الله بس هو ما وضحش أكتر من كده وبعدها قال أن من معناها على والعلو معناها على القهر والقدرة والمعنى ده اتفق عليه أئمة أهل السنة وده من سوابة العقيدة عند المسلمين وإن استحالة أن السماء تحيط بالله أو المكان أو العلو والمصيبة أن العلو كلمة تجمع بين المكان والجهة وده مخالف لسوابة العقيدة عند المسلمين حسب كلام الشيخ جيل صادق ونشوف تأكيد الكلام ده في فتوى من دار الفتوى في مصر ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي من سوابة العقيدة عند المسلمين أن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان لأن المكان والزمان مخلوقان وتعالى الله سبحانه أن يحيط به شيء من خلقه بل هو خالق كل شيء ثم قال وهذا الاعتقاد متفق عليه بين المسلمين لا ينكره منهم منكر وقد عبر عن ذلك أهل العلم بقولهم كان الله ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان ونلاحظ كلمة خطيرة قالها الشيخ قال من سوابة العقيدة عند المسلمين أن الله لا يحويه مكان ولا يحده زمان لأن المكان والزمان مخلوقان والاعتقاد ده متفق عليه عند المسلمين وعبروا عنه بكان الله ولا مكان وهو على ما كان قبل الخلق ولم يتغير عما كان سوابة العقيدة دي هي الكفر بعينه عند الشيخ ابن بيس اللي بيقول إن الله ليس في السماء ده كافر وضال وجهمي خبيس وده مش كلامي أنا ده كلام الشيخ ابن بيس وهنشوف الكلام ده في الفيديو اللي جاي الشيخ ابن بيس بيقول اللي يقول إن الله ليس في السماء أو ليس فوق العرش ضال كافر جهمي خبيس فالله يوصف بأنه في السماء وإنه فوق العرش وفوق جميع الخلق وحسب كلام ابن بيس يبقى 95% من المسلمين كفار وفي ضلال جهمية خبساء لأن الله أخبر عن نفسه في القرآن إنه في السماء وإنه فوق العرش فوق جميع الخلق إزاي عقيدة الأشعراء هي عقيدة وهي كمان عقيدة الأصهر الشريف اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة اللي هي برضو عقيدة جمهور العلماء من الأمة اللي صدوا شبهات عن الإسلام أمام المرحدة وهم اللي التزموا بكلام كتاب الله وسنة الرسول عبر التاريخ وده كلام الفتوى اللي هينقولها الشيخ سليم علوان في الفتوى اللي أصدرتها دار الفتوى تابع الأصهر واللي هنشوفها مع بعض في الفيديو اللي جاي وعقيدة الأزهر وعقيدة الأزهر الشريف هي العقيدة الأشعرية وهي عقيدة أهل السنة والجماعة والسادة الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم جمهور العلماء من الأمة وهم الذين صدوا الشبهات أمام الملاحدة وغيرهم وهم الذين التزموا بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر التاريخ الشيخ سليم علوان بيأكد أهمية العقيدة الأشعرية اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة وإزاي أن الأشعراء هم اللي حاموا العقيدة دي وصدوا الشبهات وحربوا الإلحاد فإزاي الشيخ ابن باز اللي بيمثل الوهابية السلفية بيقول أن عقيدة الأشعراء الأشعراء جهمية خبساء ودلوقتي أنا هعمل لكم ملاقص لحلقة النهاردة احنا شفنا في حلقة النهاردة تفسير الآية رقم 6 من سورة الملك من الأشعراء والوهابية السلفية الشيخ ابن باز قال اللي يقول أن الله ليس في السماء أو ليس فوق العرش كافر ضال جهمي خبيث فالله يوصف بأنه في السماء وأنه فوق العرش وفوق جميع الخلق والشيخ جيل صادق قال أن الآية اللي بتقول أأمنتم من في السماء أنها مجاز لأن بالعقل الله مش متحيز في جهة وأن المقصود بالآية أأمنتم من في السماء هو جبريل يعني الله مش السماء وفتوى من دار الفتوى في مصر قالت أن من سوي بتلعقيدة عند المسلمين أن الله تعالى لا يحوي مكان ولا يحد زمان وتابعوني في الحلقة الجاية علشان هنواصل مع ركت أين الله ألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أرد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا أرد بعقل وإذا أذكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر